الأجازة من أهم الأشكال للتعرض لنفحة الله لأنها بتخرج أحسن ما فينا و لزيك الشخص اللي فاهم يعني إيه أجازة بيروح مع أولاده ويخرجوا هما الاتنين أحسن ما فيهم بيخرجوا الحب والقرب و لزيك الأجازة من أكتر الأوقات اللي لازم يزيد فيها التعبير عن الحب لأولادك و من أكتر الأوقات اللي انت لازم تعلم أولادك أن هما يعبروا عن الحب مش أنهما يروحوا بعيد عنك لازم تعودوا مع بعض وتعملوا أنشطة مشتركة طب إزاي أن ربي أولادنا أن الأجازة حياة يعني أن الأجازة جزء مهم في حياتنا أن احنا نحاول أن ربي أنفسنا وأولادنا على ستة أمور أول حاجة تجديد الفرح بنعمة الله من أكتر الأوقات اللي ممكن نكون مهيئين فيها ونهيئ أولادنا أن هم يشوفوا نعمة ربنا هي وقت الأجازة ولذلك حضرنا مع أولادنا ومشاركتنا معاهم في اللعب وفي كل الأشياء دي عارف أنت لما تكون أنت حاسس أن الأولاد مش حاسين بوجودك معاهم فتروح تلعب معاهم يحسوا أن ربنا منعم عليهم بأنهم عندهم أب لما تيجي تلعب مع أولادك الأولاد بيحسوا أنهم عندهم نعمة الأب وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي كان يلعب مع سيدنا الحسن والحسين فييجي سيدنا أبو بكر يدخل كده وحضرت النبي يا جمالك يا حضرت النبي ويا نورك ويا حلاوة الدرس اللي بتعلمه لنا حضرت النبي حضرت النبي حضرت النبي اللي هو قدامنا دلوقتي أشيل نعله فوق دماغي حضرت النبي ماشي على أربع ومركب سيدنا الحسن والحسين على ظهره ايه ده فييجي سيدنا أبو بكر يعني هذا المنظر ما يقدرش يتحمله إلا أنه هو يجي لحضرت النبي فيقول حضرت النبي فيقول فنعمل جمل وجمالكما يا سلام حضرت النبي صلى الله عليه وسلم حضرت النبي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم تخيل كده لما الأولاد يحسوا بإن إيه ده بابا اللي احنا كنا شايفينه بعيد عننا بقى قريب مننا وكده بيلعب زينا ده الحياة حلوة والحياة كمان فيها سعادة وفيها هنة بدلا ما احنا طول الوقت فاكرين أنه وشه وشه اللي تعبان ده بيخلينا نحس أن الحياة كئيبة وحياة ما فاش لا ده الحياة فيها فرح فدرس الفرح ودرس السعادة بنعمة ربنا بنتعلمه في الأجازة مع بعض تاني حاجة الاقتراب من الحياة ولذلك كان من الجميل والمفيد أن بعض الأهالي كانوا بيتوح لأولادهم في قاتة الأجازة أن هم في بعض الأحيان يتخيل ننزلوا معهم الشغل يعني الناس اللي عندهم مهن تسمح لأولادهم أن هم يكونوا معهم بس ما تخضوش أولادكم معاكم الشغل اللي هو الشغل للحكوم اللي ما فيش مكان للأولاد ويبقى ده التعطيل في الشغل لا يلاحظوا عن أن هم اقتربوا من بيئة العمل وياما أولاد اتربوا كرجال لما كانوا مع أولادهم مع أباهم بيشوفوا بيئة العمل وحياة الناس الكبار شكلها إيه ويتعلموا التواصل ويتعلموا إزاي دي ينتقل لهم الخبرات وكده حياة تالتة أن هم يجربوا نجرب مع بعض وندعم أولادنا أن هم يجربوا ويكونهم أنشطة أنشطة ومهارات زي إيه زي أن هم يجربوا أنه يبيعوا ويشتروا دلوقتي بقت الحاجات كتيرة ممكن يعملوا كده أو أن هم يعملوا حاجة ويبيعوها أو يمرسوا هوايا يرسموا وبعدين يعملوا الكلام ده ويعملون له معرض المهاراتهم دي نكتشفها وندعمهم فيها عشان يحسوا بنعمة الله في نفسكم وفي أنفسكم وقفلاتوا بسرون نعلم الأولاد أن هم يبصوا في نعمة ربنا في أنفسهم وده ما بيبقاش متاح في الدراسة لأن في الدراسة مذاكرة 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 لكن في وقت الأجازة ممكن نكتشف مهارة في الأولاد أو معنى مش ممكن نكتشفه وغير في الأقدي ده رابع حاجة أن احنا نعمل تعلم متبادل بنا وبين أولاد نعمل ساعة كده في الأجازة أولادنا يقولوا حاجة ويشرحوها من اللي تعلموها حتى لو تعلموها في السوشيال ميديا حتى لو تعلموها في التكنولوجيا وإحنا نتبادل معهم شيء من يعني لو قلنا سؤال كده إيه أكتر حاجات العادات اللي احنا عايزين نتخلص منها فالأولاد يقولوا العادات اللي عايزين نتخلص منها كيت وكيت وكيت وهو يقول كذا ويقول تجربته إزاي نقدر نتخلص ده شوفوا قد إيه دوت هيتسبب في ندوك أولادنا وإزاي ده يبقى أدام الأدوات الندوء خامس حاجة إن احنا نعلم أولادنا ونتشارك مع أولادنا إن احنا وقت الأجازة ده يبقى وقت سيانة العلاقات سواء سيانة علاقتهم مع بعض سيانة الإخوات مع بعض أو سيانة الأولاد علاقاتهم من بينا وإحنا سيانة علاقتنا بيهم بإن احنا نسأل عليهم ونقعد ونسمع منهم وقت أطول ونخلي الأجازة دي مليانة أنا بحب مصطلح أن الأجازة تبقى عمرانة عمرانة إيه عمرانة علاقات فالعلاقات تتعمر فكل ما العلاقات دي تعمرت في الأجازة كل ما حسنا بالقرب من بعد كذلك فإحنا لازم نصنع علاقتنا بشكل واضح كمال يا سلام بقى لما نيجي بقى ومن أكتر الحاجات المؤثرة في علاقتنا بالأجازة وعلاقة أولاد نبينا في الأجازة حاجة لطيفة أوى أوى حضرت النبي علمهنة حضرت النبي سابق السيدة عائشة وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم عمل ذكرى لسيدنا الحسن حضرت النبي كان يحب أن يصنع أن يجدد وأن يصنع وأن يصبر ذاكرة أحبابه وباطن أحبابه يملأ بالنور بالحاجات السعيدة الحاجات المليانة بش فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل ذاكرة لسيدنا الحسن يخليه يتقدم كده سنين قدام فيقول حضرت النبي إن ابني هذا سيد وسيصلح الله بيه بين فئتين فتفضل اللحظة دي منقوشة بالنور في قلب سيدنا الحسن ونفس الحكاية يعمل ذكر مع السيدة عائشة فيتسابق معه فيقول لها هذي بتلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان مع كل أحبابه يصنع الذكريات فلازم نعلم أولادنا مهارة صناعة الذكريات وأفضل وقت ممكن نصنع فيه الذكريات هي هو الأجازة يبقى كل ما صنعنا الذكريات جميلة مع أولادنا وأحبابنا وبقى دي مهارة عندهم هيعرفوا إزاي يوصلوا لدرجة حب الحياة إذن لازم نعمل ده وعشان نقدر نعمل ده إياكم تعملوا أجازة من غير خطة لازم الأجازة تبقى مليانة دسمة دسمة يعنيه بلاش الأجازة الفرغة اعملوا برنامج محترم للأجازات وكل ما تعملوا برنامج محترم للأجازات الأجازات دي تخليكم تعيدوا للحياة وكأنكم لسه مولدين بنور وبركة وتنسيكم كل اللي فات وتخليكم أبناء وكأن أصبحتم موليد جداد فده شيء مهم جدا 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 لازم نعمله إجراء تاني لو سمحتم الأجازة أفضل وقت لدعم أولادكم وفتح لدعم أولادكم تدي تاني حاجة تالت حاجة الأجازة دي أفضل وقت ممكن تفتحوا فيه حوار وتعيشوا مع بعض وكمان رابع حاجة لازم تخلي أولادكم يبصوا على علاقتهم ويفكروا في علاقتهم وإزاي يحسنوها وإزاي يجددوها وكمان نعاود نفسنا أولادنا على عدد جميلة بتوسع رؤيتنا للحياة عندي حاجة دايما بقول لكم عليها زي أفكار الصباح والمساء وأفكار الصباح والمساء إن احنا مثلا نتفكر في المستقبل والسعادة وكل ما نقشنا ده مع بعض كل ما بقت عندنا ذكريات حسنة وجميلة كلام على الأجازة كلام مبهج وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل لكم نور وبركة حابب إن كل إن الناس تتفرج النهاردة على حلقتنا وإحنا بنتكلم عن الأجازة لإن في الحقيقة ده وقته وقت إن احنا نتعلم إن الأجازة مش عدم مش فراغ الأجازة مش فصلان الأجازة نور من الرحمن وهبة وجمال وكمان نور من أنوار الامتنان من الله سبحانه وتعالى الرحمن لازم نعيش الأجازة كده وبلاش تخصموا الأجازة من حياتكم لإن لو خصمنا الأجازة من حياتكم هتفتل الأجازة واجعة إحنا عايزين نخلل الأجازة وسع ما تخلوش الأجازة واجع لإن أنتوا حاسين إن الأجازة تخلص ونرجع لوجع القلب تاني لأ خلو الأجازة تفضل فيه معاكم لما الأجازة تصبح مدد من الله سبحانه وتعالى في حياتكم سبحانه وتعالى في حياتكم